لا هروب المدنيين من أحضان بلداتهم وبيوتهم تحت وطأة نيران القصف والدمار ولا انشغال العالم برسم خطوط الحمراء لنظام الأسد يوقف الهجمة العسكرية الشرسة من قبل قوات النظام وشبيحته من الميليشيات الشيعية على شتى المدن والبلدات السورية أمر ترفق مع زياد ملحوظ بأعداد الشهداء ضمن صفوف المدنيين خلال الأسابيع الماضية الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت بالاسم استشهاد 2583 مواطنا خلال شهر 22 الماضي ينقسمون إلى 663 من الثوار و 1920 مدنيا وضمن حصيلة المدنيين 227 طفلا و194 امرأة و123 شخصا تم تعذيبهم حتى الموت لتتجاوز حصيلة الضحايا من المدنيين فقط حاجز المائة ألف شهيد بينهم أكثر من 12 ألف طفل وأحد عشر ألف امرأة الشبكة كشفت في تقريرها أن المعدل اليومي للقتل في شهر 22 بلغ 92 شخصا أي بمعدل أربعة كل ساعة يموتون على الأراضي السورية كما أن معدل قتل الأطفال شهد ارتفاعا في هذا الشهر باستشهاد تسعة أطفال كل يوم ما يجسد واقع الاستهداف العشوائي لقوات النظام للمدن أمر أكده أيضا استشهاد سبعة أشخاص يوميا في مراكز الاحتجاز والمعتقلات الرسمية وغير الرسمية اتهامات مباشرة وجهتها الشبكة للنظام الإيراني وحزب الله والمجيشيات الشيعية بالمشاركة في عمليات القتل وتحمل المسؤولية القانونية والقضائية خاصة أن القانون الدولي العرفي ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية بشكل مباشر وأزلت الشبكة الستارة عن تقريرها بإدانة قوات النظام والشبيحة بقتل المدنيين وانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة ومطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤوليتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة على أمل أن تلقى الرسالة آذانا صاغية لدى المجتمع الدولي حتى لو كانت بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام من القتل والدمار الممنهج